بعد سيطرة القوات المشتركة على قضاء القائم أقصى غرب الأنبار أكملت القوات العراقية سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع سوريا لتكون الحدود العراقية بالكامل تحت سيطرة القوات الأمنية انطفأت النيران في العراق ولكنها ما زالت مشتعلة على حدوده هذه هي منطقة البوكمال المقابلة لقضاء القائم من الجانب السوري حيث تمكنت القوات الأمنية من الانتشار على الشريط الحدودي لتحكم سيطرتها على الأراضي العراقية وتمنع تسلل عناصر التنظيم إليها من جديد انطفأت مهمة تمسك الشريط الحدودي إلى قطاعات لواء 30 التي أمامكم التي ماسكها مع المنطقة المحاذية أو المواجهة لقضاء البوكمال التابع إلى الجانب السوري والتي قطعتنا المتوزعة من شمالا من مسكة القطار جنوبا إلى منفذ القائم الجيش سور للوطن سور لا يجدر السماح بعبوره وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة وتعود بالضرر على الوطن والمواطن وعلى عاتقهم حمل عناصر الفرقة الثامنة من الجيش هذه المهمة في هذه النقطة المفصلية من الحدود العراقية هذا المسك مسك بنظام العقد ومسك قوي لمنى اقتراب أو تقرب معادي بكافة الأسلح الحاليا القطاعات المنتشرة هي مسنودة جوا وأرضا من قبل العمق المتمثل بالفرقة العالية الثامنة وجوا من قبل جانب الصديق وطيران الجيش هنا حيث وصلت قناة الفلوجة انتهت المهمة العراقية على الحدود خط مترابط دون انقطاع حول العراق الواحد تحرسه القوات الأمنية فهذه هي القائم إحدى أهم بوابات العراق يحميها أبناء العراق